مع شدة ضخ المؤتمرات في مجرى الحكومات المتعاقبة إلا أنها لم تروي حنجرة العراق المائية ظل الحديث على طاولات اللقاءة الرسمية سنوات طويلة مثار غرابة عند عموم العراقيين حول اللغز الذي لم تتمكن حكومة العراق من حله ومع هذا فإن المؤتمر الثالث الجديد للمياه في بغداد تكرر عبره الحكومة نداء معروفا والذي أطلقه هذه المرة رئيس الوزراء للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لعلاج انخفاض مناسب مياه نهري دجلة والفرات وعلى الرغم من أن الإجابة عن عدم تحويل الخطابات إلى برامج عملية تنهي أزمة المياه إلا أن جديدا مؤلما في مستقبل العراق المائي ينذر بضرورة إنهاء أزمته المزمنة شعار شحات المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع تحدث فيه السوداني عن عزم حكومته الإقدام على خطوة تحلية مياه البحر وتلك أيضا عبارة كررتها حكومة سابقة لكنها لم تتحقق إذ أن العراق بقي يخسر ما نسبته 15% من إراداته المائية السنوية برميه على البحر في ظل مواجهة اللسان الملحي المتقدم السوداني حمل النظام السابق مسؤولية أزمة المياه أي بما يعني أن الخطأ كان عراقيا في ألية التعامل مع الوضع المائي مع دول الجوار لكنه اعتراف ضمني يضع الحكومة الحالية وما قبلها في مربع عدم إيجاد أو تطبيق نظام مائي مختلف أو تحديثه لما وصل إليه العراق من اتساع في الرقعة السكانية وفي لقاء عراقي إيراني جديد لم تخرج حوارية السوداني مع وزير الطاقة الإيراني عن إطار أزمتي المياه والكهرباء والحصص المائية على مسارات الأنهر المشتركة لم تخرج بجديد عن لقاءات سابقة بحسب مراقبين وبحسب بيانات رسمية فإن نسبة الإمداد المائي القادم من إيران بلغت صفرا في بعض الأوقات لدرجة أن أصبحت الأراضي النهرية الحدودية ملاعب لكرة القدم بسبب جفافها وفق تعبير خبراء كما بلغت نسبة الإيرادات المائية مع المعدل العام الحد الأدنى منذ مئة عام في العراق